السلام عليكم ورحمة الله إخواني للأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأربعاء 2 أوت أوغست 2023 والساعة العاشرة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك أزل في لون إخواني حياكم الله أينما كنتم حيا الله الحرار أدعو الله أن الحرارة خفت قليلا في كثير من المدن والولايات ما زالت مرتفعة لكنها خفت بالمقارنة مع الأسبوع الماضي والذي سبقوا وقد مرت تقريبا ثلاث أسابيع واحدة يقولون أن الجولاي هذا جوي هو أسخن شهر شهدته البشرية على الأقل منذ أن بدأوا يعدون ويحسبون موضوع الحرارة كثير أيضا من العلماء اللي يرجعوا يقولوا أنه بالفعل هو الأقدى هو الأكثر حرارة طعا التفسيرات والتبريرات كثيرة جدا لكن أكيد أن هناك تغيرات مناخية وقبل أيام فقط كان الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن البشرية أو أن الأرض خرجت من حالة التغيرات المناخية الخطيرة إلى حالة الغلايا لأن ارتفاع الحرارة شهدها تقريبا كل العالم في النصف الشمالي من العالم ربما على الاستثناء الدول اللي رهي الآن تعيش الشتاء لها دول مثل الأفريكوسترال يعني زمبابوي زمبيا موزمبيق جنوب أفريقيا أو أستراليا ونيزلندا أو أمريكا الجنوبية باقي كل حالة صيف وصيف ساخن جدا جدا مشكلة هو أنه البلدان الأكثر تضررا هي البلدان الأضعف هي البلدان الأضعف الأضعف اقتصاديا أو الأضعف إداريا إداريا وتسييريا مثل حالة البلد متعنا للأسف نحن لسنا ضعفا من نحية الاقتصاد نحن لدينا إمكانيات اقتصادية هائلة لدينا إمكانيات بكل ما تعنيه الكلمة من نحية الاقتصادية من نحية الموقع من نحية المساحة من نحية العداد السكان كله يعتبر جيد أو جيد جدا لكن من ناحية التسيير نحن ندخل في خانة ما بين الضعيف والضعيف جدا إلى الكارتي إلى الكارتي فمثلا عندما حدثت الحرائق هذه وكانت كلها تقريبا متقاربة في نفس التوقيت في البرتغال وإسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا واليونان وكرواسيا كرواتيا ويعني تقريبا كل دول البحر المتوسط والتونس والجزائر فإن أعداد القتلى في الجزائر كان يساوي كل هذه الدول مرتين أكثر أو ثلاث مرات أكثر أقل شيء إذا أخذينا اعتبارات رسمية أما عدد القتلى في الحقيقة اللي إن شاء الله نحسبهم شهداء فإنه تجاوز المئة تجاوز المئة والناس شافوا القرى والمدن واللي يدفنوا في موتاهم نتيجة الحراق وما زال هناك عدد من المفقودين هناك عدد من الذين لم يعثر لهم على طريق منذ بداية الحراق أو منذ هذه الحراق نابع ناتج من إدارة بائسة جداً يعني ما بين الإجرام أن جزء من هذه الحراق قاموا بيهم وجزء لم يستطيعوا إدارته كما يجب يعني ما بين الإهمال الإجرامي وما بين الإجرام المباشر كما حدث في 2021 هذه المرة أصيبت خاصة ولاية بجاية في 2021 أصيبت خاصة ولاية تيزيوزو وولايات أخرى لكن خاصة ولاية تيزيوزو وما لا ورها هذه المرة خاصة ولاية بجاية وإلى حد كبير أيضاً جيجل والبويرة وعنابة وبو مرداس ويعني لكن بجاية هي التي أصيبت بشكل عنيف جداً طلعت على كثير من فيديوهات وحيان كتابات وكلها بحقيقة فضع إما أدلة أو شكوك حول بعض الحراق كما قلنا أكيد أن هناك جزء من الحراق كان طبيعياً حرارة كان شديدة جداً لكن جزء الآخر كان إجرامياً كان إجرامياً مصبورت لذلك لكي تغولوا ويصبحوا مكان جاهلية بأشياء كارثية أخرى آخر كوارث هذه الكوارث قبل حوالي عشرة أيام واثنعشر يوم شفنا كيف قتلوا هيثم جباري بعده قتلوا هيثم جباري في تبسة بعده قتلوا عسكري وجرحوا صديقه سوف نشوف الاسم التاع في طالب العربي جهة وادسوف وأمس قتلوا هذا الشاب أمس قتلوا هذا الشاب في سوق هراس شفوا قتلوه سياد السكن كان يسرح كان خدام حاوزوه وحاكمه بكوب بالضرب حتى مات موسيقى 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 رعي غنم اعتقلوه وبدوا يضربوا فيه حتى الموت وكان يطلب فيهم شربة ماء أعطوني يشرب الماء فقط وهما يضربوا فيه كملوا الضرب حتى مات مات في إيديهم هذه من هي مجموعة جرامية يتسمى الدرك تعمل مجموعة الدرك الدرك الوطني وهذا كما قلت واضح أن هناك سياسة قال هاوم ليكم طلقوا هم يديهم فيها لأنه لاحظوا أنه في الفترة بتفليقة الأخيرة وفترة الحراك إلى آخره الشرطة والدرك أبدا يبتعدون يعني معدل حركيين اللي طبعا كانوا يعتقلونهم هذونهم ليس حركيين هذا ليس حركيين هذا إنسان رعي غنم جاء في إيديهم هكذا طحوا لي حتى نقتلوه طبعا كائن اللي ينجوا لكن كثيرين يتعرضوا للظلم وللضرب وللقهر وللسب وللشتم ومارتين حولهم دراهمهم ومارتين حولوا كالي حتى الباسكيت اللي لابسها تعجب مجموعة من جدار ميور يقولون نحن الباسكيت نحن الصباط اللي لابسون الحدار رياضي أو نحن الصباط أو يدهم له كم ناس كتبوا لي بهذه القضايا يقول لك يعني بلو بندية بوليسية ولا جدارمية ولا مخابرات ولا عجباته يقولون ما ينحاش يقولون يقولون تحبنا تولي متهم بالإرهاب ولا تحب يخير الإرهاب ولا المخدرات طبعا كثيرين يسلم أمره ويمدلهم وش فيده ولا وش فيجيبه يعني ولو يتسرفون مثل مش ميليشيات هنا مثل عصابات عصابات إجرامية تحلى واحد يضعون للموس هما لم يضعون للموس لأنهم ملابسون لنيفورم وكاين مرات ما يعيش لبس لنيفورم يدير هكذا على يوري الكابوس يعني ولا يقول لنحن مخابرات ولا نحن درك ولا نحن جيش للأسف طبعا ليس الجميع باش نكونوا منصفين لكن هذه رهي تتراكم وتتكاثر واضح أن هناك قرار على عالى المستويات وإلا يخافوا هذو جدرمية والبوليسية هذو ينفذوا الأوامر هذو ينفذوا الأوامر هذو أكثر هذون أكثر من الكلاب المطيع قال انبح ينبح قال اسكت يسكت قال عضي عض قال خلي خلي هذه هي لما يقدروش يتصرفوا لأنهم يعرفوا لما يتصرفوا تصرفات بدون أن يكونوا مأمورين يعقبوهم عقوبات رهيبة شديدة مش لعب فواحد آخر رحمه الله ورحمة كل من مات مظلوما في هذه البلاد هاو هنا الأب بن تعو السلام عليكم نرني نحب حق ولدي الجروب هذه اللي كتلاته نحبها تتحاسب بدامي نحب حق ولدي نحب حق ولدي ما 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 حق ولدي يزم يتجاب له بدامي بدامي بالمحف يكتلوه هذا ليس جديد كما قلنا فيها الشاب منتاع الواد لا يحضرني اسمه الآن وكان كانت حتى كانت حدثت هذه الأحداث في بلدي طالب العربي الناس رسلوا لأن حلقوا هذا هذا بالمناسبة هذا في ثلاثة بعد مقتل نائل على يد البوليس العنصري الفرنسي ونعرف أن لما قتل نائل رحمه الله انتفض الناس في فرنسا انتفاضة شديدة خاصة اللي هما من أصول موشد فرنسي تسوش يعني ليسوا فرنسيين أصليين أو من من أصول فرنسية قديمة يعني مهاجرين متجنسين جدد فيهم أفارقة فيهم أعرب فيهم أكراد فيهم مقبيل فيهم الناس انتفضت وانتفضت بشدة يعني وحتى كما شفت أحرقت مناطق في فرنسا ستة أيام غير مسبوقة ربما منذ 2005 منذ 2005 لم تشهد فرنسا ما شهدته من أعمال سميت سماها البعض شغب أنا شخصيا نشوفها بأنها كانت أعمال انتفاضة على ظلم عظيم وهو العنصرية تعالبوليس الفرنسي القضية الآن بعد نائل وكانوا طبعا العصابة عندنا كانت تلفوزيناتها مواقحها دبابها أبنابها خاصا أننا عندهم خصومة مع فرنسا في هذه الأيام يعني صراعات النظام العصابة مع الستابليشمنت الفرنسية كانوا قدموه كأنه كيفاش فرنسا تقول هذا أو قتلة هذا أو من يشعار وحتى كانوا فيه اللي حرضوا على أعمال العنف في فرنسا طيب هؤلاء اللي كانوا انتفضوا ضد مقتل نائل وهو من حقهم أن ينتفضوا لماذا الآن نتكلم خاصة في الجزائر لماذا الآن ناس لا تنتفض على مقتل ثلاثة في أقل من أسبوعين واحد تحت الدرك ثم البوليس ثم الدرك أو اثنين اثنين البوليس البياري في تبسة والبوليس أيضا في طالب العربي والآن الدرك أم أن هناك نفس ونفس أم أن الإنسان إذا مات في فرنسا وقتلوا بوليسي عنصري فرنسي نغضب وعندما يقتلوا بوليسي إجرامي عندنا أو درك نطفو الضو نسكت مع أنه بين الظلم في الحقيقة بعض الذين زعموا أنهم انتفضوا ضد مقتل نائل كانوا كاذبين فقط لأنهم شافوا أن العصابة في الجزائر جعل هواها هذه الانتفاضة لأسباب سياسية ليس آخر فهما مع الحاكم هما مع العصابة فجاتهم مشاتلهم في الخط أما الآن يقول لك لا نحن ومرة واحد تكتب لي قال يا أخو يقتلني واحد جزائري ما يقتلني فرنساوي أي سجابة هذه أي سجابة هذه عارك أش نسميها حمق غباء جهل ما هذا يقتلني يقتلني يعني تفضل تموت أو يفضل تموت واحد قريب لك لا في الحقيقة هو لا يفضل لا يقتل لا الجزائري ولا الفرنسي ولا الهندي ولا الفيتنامي إنما هي تلك النذالة النذالة والسفالة اللي هي تمجيد الحاكم الظالم تمجيد الطاغية تمجيد العصابات تمجيد الحنوشة تمجيد الفويل فأيدي يبحث لهم على تبرير ما عليش أنا يقتلني جزائري ما يقتلني ما هذا الله الله عز وجل يقول إن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وإنت تولي قضية بالنسبة لك تولي مشكلة جنسية أو مشكلة أين قتلة أو مش قضية أن هذا مظلوم وهذا ظالم في كافة الأحوال ننتفذ ضد الظالم وننتصر للمظلوم بغض النظر على اعتبارات أخرى لا بداية الحال نحن نعرف هذا وهذا أكثر هم ذباب وأذناب وليس أكثر من ذلك إذن لماذا لماذا تدفع العصابات الحاكمة أو تسكت على هذا التغول على هذا الوحشي على هذا التوحش اللي تقوم به الأجهزة انتاحة ونحن نعرف أن هؤلاء الذين قتلوا سواء جباري أو الأخ العسكري في الواد أو هذا الشراعي في سوق هراس نعرف أنهم يكونون أذلاء وعبيد أمام مسؤولين تحهم ونعرف أنهم لو كانوا يتوقعون عقوبات حقيقية لم أقدموا على ذلك في الحقيقة هناك سياسة واضحة لمزيد من التخويف الترعيب الراب بشبال الشعب هذا ما يتحركش لأنهم ينتظروا في رامو عارفين باللي راه جاية وعلى الأرجح ثورة جياء فهما حابين يسبقوها بمزيد من القمع ولكن هنا يرتكبون خطأ فادح وهذا بالضبط اللي حدث في مصر خاصة في سنوات 2010 وبداية 2011 كان من أسباب تفجر الانتفاضة المصرية كلمة ثورة ربما شوية مبالغ فيها لكن كانت انتفاضة انتفاضة اللي أطحت بمبالغ في 25 يناير 2011 هو مقتل مجموعة من الشباب بيناتهم شهر شهر ونص 15 يوم وخاصة مقتل خالد سعيد ولذلك الناس يتذكروا آنذا كان واحد الهاشتاك يسموه كلنا خالد سعيد خالد سعيد هذا قتله عند المخابرات المصرية تحت التعذيب فتراكم الغضب معا كان الانتفاضة في تونس وكانت أطحت ببن علي فتوفرت الظروف لكن أهم الأسباب أو كل القطرات التي أفاضت كأس الشعب المصري آنذاك هو مقتل عدد من الشباب على فترات مثل ما رأي حدث اليوم في الجزائر على أيدي القوة البوليس أو المخابرات وكان هذه العصابة لا تقرأ التاريخ ولا تفهم التاريخ وهي تريد أن تكرر ذلك هذا الموضوع قتل الناس بهذه الطريقة ظلما وعدوانا وإطلاق أيدي الكلاب البوليسية والكلاب الدرك البشرية ليس الكلاب الحيوانية هذو ليس عليهم شيء حيوانات ليس عليها شيء لا تعقل إذن إطلاق لم تكتفوا بالتعطيل لم تكتفوا بالتعطيل لم تكتفوا بملايين لا يجدون سكنا أو سكنين في أوضع كارثية لم تكتفوا بالتعطيش الناس في هذا الصيف كثيرين قطع عليهم الماء ويشروا فيه من يشعر بكميات من ستيرنا أو من الماء لم تكتفوا بقطع الكهرباء على الناس لم تكتفوا بالرداء المليئة أمس نتحدث مع أحد الفضلاء قال لي قال لي في الجزائر هناك هناك عنف بصري تلوث بصري تمشي في البلاد تشوف بنا مكسر الزبالة مرمية الوجوه بائسة الطرقات مكسرة تشوف أشياء قايتحس تشعر بعنف عنف بصري تلوث بصري هو في الحقيقة عنف بصري تعاني الناس وهذا يخلق للناس كثير من المشاكل النفسية كثير من المشاكل النفسية للناس تحس روحها رائي في جو رهيب تقلق فأنا ننصح العصابات الإجرامية هذه أن تتوقف على ما تقوم به وعلى ما تفعل أن تتوقف لأن هذا رح يملي في كأس الكأس المرة اللي رح يتجرح فيها الشعب الجزائري واللي كان قادر يعيش معيشة مختلفة في الأيام القادمة إن شاء الله ستكون لي زيارة إلى المحميات زيارة خاصة إلى محميات العصابة كنت وعدتكم بها قبل حوالي 3-4 سابيع الآن خلاص رتبت الموضوع دائما تحتضغط الوقت لكن رتبت الموضوع وسندخل معكم إلى مقر بعض مقراتهم في موريتي إلى إلى كلوب ديبان إلى الـ 126 فيلا تعليدين 126 فيلا تعليدين يسمى بها قيمة العربية من القيمة العربية وينيس كنتبون إلى مقر جنان حمد موهوب اللي هو كما يسموه في الفالديدرا في ضواحي حيدرا سنتعرف حتى على الباب السري اللي دايرينه كباب استثنائي في حالة تهريب الرئيس مني هربوه يعني اللي يدخل منه الرئاسة سننظر أيضا في في الفيلات 26 فيلا تعالجنرالات وبجنبها هذه تحى سعيد حمدين وبجنبهم فيلات الجنرالات في تقسرين سندخل أيضا إلى مقر قيادة الأركان ونطلع حتى على الفيلة اللي كان يقيم فيها القايت الصالح واللي رحي الآن فيها شنغريحة رح نشوفوها بالصور من خلال جوجل أيرث وبالتفصيل ورح نشوفو في كثير من هذه الفيلات لبي سي والصور جديدة وتشوفوا اللي بي سين في الغالب معمرين بالمياه وتشوفوا وين عايشين تشوفوا وين عايشين كثير من كبار المسعورين عسكريين ومدنيين تشوفوا أين عايشونهم وين عايش الشعب الجزائري الغالبية العظمى من الشعب الجزائري ولذلك عندما نقول أننا في حالة احتلال فهي ليست كلمات تقل إنما هو واقع معاشي عيش الشعب الجزائري وهناك أدلة وأنا لاحب أن أنطق على غير دليل وعلى غير يقين وحتى عندما يكون ومش دليل أو يكون تحليل نقول هذا تحليل لكن هنا رح نشوف بالصور بإذن الله رح نشوفوا كل هذه الأشياء لذلك نحن عندما نقول أننا نعيش تحت احتلال متخلف إجرامي رديء ومع ذلك مسكي البلاد بهذه الطريقة رح نشوفوا مثلا تبقون كيف فيلات متلاسقة مع بعضها قريبا مع بعضها ليه لزوج بناته لزوج ولاده وربما حتى ندخل إلى فيلا رقم 13 ندخل تبقون قد ندخل لها ونشاهد جزء من هذه الفيلا البيسينات السابح والبحر اللي طبعا لما جات بقون قالك رح نحلوه تعقله بدي فرح حلو الشاب كانت لان فارغ يعني حلوهم جيت زيقو من هي من زيقو واله حلوه لهم اللي هو كان بالحق كان دائما مفتوح ونشوف أيضا مقر وين يسكن في جنان نحمد موهوب ولماذا هذه المباني الضخمة حتى مرات السيارات الحراسة تعد دي جي أس بي بي كانت تتبان أمام هذه الأماكن بإبن الله في هذا الوقت اللي استولوا فيه على ثروات هائلة وتشوفوا كثير من سكناتهم في وسط غابات أحيانا في العاصمة في بوشاوي في كلوب دي بان في موريتي في حتى بالم بيتش رح نزوروا حتى الشيراتون والفندق الآخر اللي كانوا باش يدروه فندق خاص أيام حميد ملزي لك إنه توقف وحتى داخل كلوب دي بان رح نشوفوا الصينيين باش يوريك الأمن اللي يعرفوه أمنيات اللي عندهم الصينيين متواجدين بالبراك انتاحهم بالبراكات انتاحهم تبان بوضوح اللي حب من الآن نقوله كيفاش يعرفها يعرفها كي تدخل على جوجل أيرث تشوف بعض تبان كل تشوفها زرقة ها ذو كرهم تعليشين تعال الصينيين بمعنى ان الصينيين في الحقيقة يجيب وحطونهم غير حاشتين ولا تلاه داخل هذا البركات يسمعهم وشام يقول هذا لا ما كان شيء يصور فيهم بشيوريك هذا العصابة حتى أمن ها الخاص ما تعرف مش تحفظ والدليل أنا رح ندير لهم زيارات داخل هذه المحميات للأسف ومع ذلك مع كل سيطرتهم وهيمنتهم على الثروات وسيطرتهم عليها ونهبهم اللامحدود وجهلهم اللامحدود وردأتهم اللامحدودة مع ذلك يتعاملون بتجويع وبعنف وبقهر وبقطع الكهرباء والمياه على الناس بالمناسبة الأوضاع تشبه مصر لك الغريف الأمر فقط تجد بعض القنوات خاصة مثلا الجزيرة هذه الأيام تجد فيه تروح الموقع الجزيرة تجدها تحدث على انقطاع الكهرباء في مصر لكن لا تجد انقطاع الكهرباء في الجزائر مع أن انقطاع الكهرباء يحدث في الجزائر تجد يتحدثون من حيلة آخر على عنف مثلا واحد قتلات الشرطة المصرية لكن لا يتحدثون عن قتلات الشرطة الجزائرية أغلبية الإعلام الخارجي تقريبا حتى لا نقول أكثر من 95% قليل وين يجيح حديث عن الجزائر لأن المال الشعب الجزائري يدفع يدفع لهؤلاء فالوضع تشبه مصر إلى حد كبير وتشبه تونس لكن هناك غلق على الملف الجزائري لأن العصابة تقدم الجزية لكل هذه البلدان صغيرها وكبيرة مؤخرا فقط صرت لها خصومة مباشرة مع جناح لهو جناح تبون صرت له خصومة مباشرة مع جماعة الإمارات لأن الإماراتيين أخذوا موقف بالرغم من أنهم مسيطرين على مصالح اقتصادية هائلة في البلاد مسيطرين على الأسنتياء شركة تبغو الكبريت للدوها بالدنار الرمزي تقريبا ومسيطرين على ميناء جنجل أحد الأفاظ الكتب لي قليلا بلك ميناء جنجل تالقطريين لا لا ميناء جنجل تالإماراتيين القطريين عندهم حويش أخرى وما تنعطينهم يعني الجزية هذه الجزية للقطريين للأتراك للإماراتيين للصينيين للأمريكيين للفرنسيين للروس للألمان الجميع يقدمونهم جزية الجزية قلت معا أنه تبدو في خصومة وفي جريدة أو جريدتين إماراتيين تاجم العصابة لكن اللي أزعج أكثر النظام أو جنح تبون هو شعورهم بأن هناك تآمر تقدم عليه الإمارات ليس فقط بمحاصرة الجزيرة هذه يعرفوها منذ فترة طويلة ولكن أيضا بدأوا يسلطوا عليهم حتى قيس سعيد معتوه تونس اللي شوفنا أنه أمس أطاح من الحكومة الرابعة منذ أن وصل وهذه رئيس الحكومة اللي كان جابها بدأي الإماراتيين دفعوا له شوية أكثر وقالوا له سكر من جهة التبون من جهة الجزيرة هذه كانت نقطة ولكن أيضا لأن على يقيننا وهذا تحليل هنا أن القطريين عندما زار تبون الجزائر زار دوحة قدموا له أكيد قدموا له مكالمات وربما فيديوهات الإمارات تتجسس عليهم في كل مكان وقال لك أنهم قدموا للمغرب أيضا باش يتجسس عليهم والإمارات را هي متمسكة داخل الجزائر ما تحتاج تتجسس عليكم من جهة المغرب جهة المغرب هي كيل الخصومة هي معروفة ما تحتاج هي متواجدة داخل الجزائر متواجدة في ميناء العاصمة وفي ميناء جنجن وفي شركة الأسنتية وفي السيار بي معا وفي مجموعة من عملائها كاين صحفيين وكاين أسد جامعيين وكاين قوضات وكاين جنرالات وكاين وزراء وكاين ولات كلهم كان يروحوا ويجوا وعندهم حتى اللي عندهم أملاك وعندهم شقاق في الإمارات هذا كلهم را يشتغلوا الإمارات وبالتالي أنت ضاع لكم ما تحتاج لش أنا أدري لكم تسنت من جهة موريطانيا ومن جهة تونس ومن جهة المغرب لا لا را هي لداخل را موجودين لداخل لكن الجماعة المتحكمة اليوم هي أبشع ما شهدته الجزائر في 61 سنة من الاستقلال من تخلف والرداء السيدة في هذا الوقت يتم الحقرة فها هي محاكمة شمس الدين الإعلامي جناية المتاجرة بالمخدرات سقطت لكن المتابعة بالمخدرات ما زالت قائمة كجنح عقدا الخميس لا ثأوت النطق بالحكم أدعو دعوكم يا أحرار بلاني طبعا كان ما يسمى بوكيل الجمهورية أحكم له أو طلب له 15 سنة اللي لحد الآن جمعت السبعمائة كيلو جرام اللي فيها خلط تببون متورد لحد الآن ما حكموه مش البوشي فقط اللي نحطينه في السجن بامتيازات هاي اللي راهوا في الفي اي بي بالمناسبة وراه بتليفون يعني منا نعطي لهم المعلومات يعني وراها يأكل ويشرب والمكان وغرفة مخصصة يعني في آخر طراس أو طبعا أو تببون خالد تببون وزوج التببون كلهم عندهم علاقة بالبوشي طبعا تببون جاتوا صعيبة باش يخرج خالد باش يخرج البوشي لأن القضية عالمية كما جايش قضية عالمية كورا خرجوا مثل ملزي مثلا حميد ملزي وأبناؤه اللي كان سجنهم لقايد صالح في إطار الصراع بين العصابات قايد صالح ليس من أجل الشعب وإنما كان صراع ملزي كان أحد المرتزق الكبار وهو في حد ذاته كان عنده نفوذ هائل وصح كان يشتغل التوفيق أساسا والسعيد فسجنه لقايد صالح طلقوا تببون هذه أيضا لما نجي نحكي على ندخلوا لمحمياتهم راح نحكوا شنو علاقة تببون بملزي إذن 700 كيلو جرام مكاش أحكام مكان ولا شيء كثيرين منهم متهمين بالمخدرات وههم زادوا تكلموا قبل أيام على أنهم مسكوا كم ربعة وسبعين كيلو أو تسعة وسبعين كيلو وفي حديث أيضا أنها جات باخرة هذه المرة هذه الأيام في 35 كيلو كوكاين لا تتكلموا عن حشيش أو على الكابسولات أو على الساروخ أو هذوك لا هذو كتاش البسطة أو الفقراء واللي قاعدين يدفعوا فيها للشباب يدمروا فيها الكوكاين والهيروين هذا ما يستهلكوا إلا الجماعة اللي يقدروا يشروها لأن الجرام لا يقل الجرام في الكوكاين لا يقل عن مليون سنتيم تراوح دائما أقل شي ما بين مليون وثلاث ملاي على حساب المواسم وعلى حساب النوعية وعلى حساب ما يستهلك يستهلك كما يقول هو ثلاثة جرام أو ربعة جرام على مرة واحدة وكما يكون مجمعة الشكارة ومجمعة الحكام إبراهيم الإعلامي ليس تاج المخدرات إبراهيم الإعلامي حر من الأحرار إبراهيم الإعلامي أعرضت عليه خمسة مليار سنتيم أطلب من المساعدة أن يعود يرسل لي المقطع الآن باش نعود نذكر بها في بداية الحراك باش يخرج ويشوه ويسب بعض الأحرار ورفض بالرغم اللي أعرض عليه كان قالوا هاي خمسة مليار بداية ولما رفض إبراهيم الإعلامي يقول له أنا نقدر نحيوك الآن تسمعوه في المقطع يعني إبراهيم الإعلامي ومحمد عبد الله ومصطفى قيرة وبن حليمة وياسر ويبح وعدد هائل من الأحرار وإخواننا مجموعة قافلوا وغيرهم من أحرار البلاد هذا أحرار خرجوا باش يحروا البلاد وهم من كل المدن من كل المدن وإن نسبة في هذه المدينة قد تكون أكثر من هذه لكن الحمد لله من تقريبا من كل المدن ورهم ما زالوا في السجون بعضهم اللي تلقوهم رهم تحت من حيلة آخر اعتقلوا هنا دي الآخر إلى آخره جيبوا تحت الرقابة إلى آخره هذا أحرار هذو يريدون قيام ونهضة البلاد وعودة الحق لأهل ودولة عدل دولة حق دولة قانون وليس دولة المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية وليس دولة ونفوح السلام دولة مستعدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلمتوا لهم اسبانيا من اجل اموال الشعب الجزائري ومصار الشعب الجزائري سلمتوا لهم عليه القبض وسلموه لهم عندما لجأ في اسبانيا سلموه لهم من البحر براهيم الاعلامي ذن ينتقمون منه انتقام شديد وكل الذين هم امثال براهيم الاعلامي ينتقمون منهم لثباتهم ولموقفهم لاننا عارفين ان امثال براهيم الاعلامي واخوانه هم اللي يعيدون الروح والوعي للمستضعفين المستضعفين عندما يشوفوا هذا الثبات يخليهم يعاود ويسترجعوا الناس اللي تخاف الناس اللي تجبن الناس اللي خوفوها والديها او ولادهم او حالتهم او عندما يشوفوا هذا الثبات وكانوا يحتقر نفسه وكانوا يشعر بالندم انه هو لماذا ما عندوش هذه القوة المواجهة ها هو علاش الثبات مهم جدا ها هو علاش الثبات مهم جدا سواء كان الناس في الداخل او في الخارج للأسف هم كاينتاني كثير اللي في الخارج سكتوهم بشكل او باخر ما نتكلمش على اللي شراواهم واصبحوا ابواق وابنا بنتاحهم لا هذوك ما هذوك احنا بالنسبة لينا لا يصون شيء ولا قيمة لهم لكن على بعض الناس العاديين بعتلي اليوم احد الافراد القليلية تتذكر بعض الناس وتقول لهم باش يعودوا يرجعوا يديروا بيديوات ويديروا في الحقيقة هذه ما تحتاج تذكير اللي يحمل هم الشعب وهم البلاد سيستمر اللي يريد ان يدافع على المستضعفين والضعفاء والمفقرين والمعطلين وعلى هذه البلاد المنهوبة سيستمر اللي كان نص نص عياء تعب فشل خوفو شراوه هذاك ما عندك ما تدلوه هذاك ما عندك ما تدلوه عندنا مثل يقول لك اللي يددلو الحجرة في الدو ما يلاوه ما يرميهاش لازم هو يرفض الحجرة باش يرميها ديرالو اشتفيدو تقول لور ميه ما تمشيش شغالي بالحج خرج يحتاج وحده وهو بالعكاس السفارة الاجوسية لوقفة الاحتجاجية على استقبال قائد الأركان وهو منصب تقني كأنه رئيس الجمهورية حتى يعرف العام الخاص بأن الجيش الوطني الشعبي وقواعده ليست لقمسائها في فم الاجوسي وليست أيضا كلب حراسة للبيت الأبيض وليس خوضة طويلة الظين في رقص فرنسا وليس أيضا صورة الصين العظيم من أجل الحفاظ على مصالح هابية شغالي بالحاج ديرالو ملخص شغالي بالحاج يعتبر رمز سواء الناس تفقوا معا أو اختلفوا معا لكن شغالي بالحاج أكيد أن الناس ترجمع لأنه رمز في الثبات قالوا إحنا الجيش الجزائري ما هوش خدام عند بوتين ولا خوضة عند كاسك عند فرنسا ولا عند المريكان ولا عند الصين لأنه بالفعل العصابة صحيحة مرة مرة تشوف وتحس ويعطوك الانطباع مع الروس وقرب من الصين لكن رم عملاء للجميع إنهم عملاء للجميع مرات فقط صرا خصومات بين الأجنيحة واحد يكون أميل للروس واحد أميل لفرنسا واحد أميل للروس لأمريكا وهكذا لكن رهم عملاء للجميع ما يسمى بالقيادة العسكرية وطبعا ورهتها المدنية وشفنا في فبراير اللي فات كانت فبراير منظر شفنا شنقريحة في فرنسا يحصل لأنه يلبس الكاسك نتعلي كافالي اللي كانوا هم رمز ليذبح الجزائريين في القرن التاسع عشر رمز ليذبح الجزائريين وقعد ربع أيام في فرنسا كل يوم يستعد وفهم مفتوح وابتسامة عارضة من حين لآخر كيتلاقى المسؤولين ويستعد للامارسياز نشيد الوطني الفرنسي اللي باسمه كان يعدم الجزائريين باسمه كان يقتل الجزائريين باسمه احتلت الجزائر باسمه تم تدمير جزائر كان المرتزق شنقريحة هناك يتحي طبعا دبابهم وأدنابهم ما يجيبوش على هذا السؤال حتى أنه لما رح لفرنسا لقوا شوية صعوبة في تمريرها للناس لأنهم يمرون لهم أنه ضد فرنسا وفرنسا تسخن الحطب أو حتى الطائرات اللي دخلت للنيجر هي مرت كلها على الجزائر بالمناسبة الطائرات العسكرية والمدنية الفرنسية اللي راهي في النيجر كانت يوم الانقلاع بعدها بنهار كانت طائرة عسكرية مرت على الجزائر على ما يبدو من مواقع اللي يتصور هذا الأشياء والطائرات اللي راهي رايحة جايبة بين فرنسا والنيجر بشرام ينقلوا الآن بعض مواطنيهم راي تمر على الجزائر على ذكر الثبات هاو علي بالحاجة لا تحتاج تقوله مع أنه سجنوه أكثر من 16 سنة ربع سنين في الثمانينات 12 سنة ما بين 91 وال2003 سبع شهر في 2006 وعنده الآن حوالي 12 سنة ما يصليش الجمعة ممنوع ومن لي أطلق صراحه في الآلفين وثلاثة بعد 12 سنة سجن وهو تحت الحراسة المشددة 24 ساعة على 24 ساعة وكثيرا ما يقوم كلاب الحراسة اللي حطينهم يقوم بضربه بتعنيفه بشتمه بسبه وهو الذي يقارب 70 سنة الآن عمره 67 سنة مريض يمشي بالعكاز ومع ذلك يتظاهر أمام سافرت فرنسا وأمام سافرت المريكان أو يحاول طبعا دائما يعتقلوه في الغالب قبل ما يوصل مرات يوصل كل ما يكون مرات أمريكا مرات فرنسا يعبر عن رأيه يعني لو كان جاء لي بالحاج في فرنسا يقدر يتظاهر ضد وزار الداخلية الفرنسية أو ضد أي مقر رسمي فرنسي لو كان جاء في أمريكا يقدر تظاهر ضد البيت الأبيض لأنه في الجزائر لا يستطيع لأن الوكلاء كلاب الحراسة اللي يحكموا الجزائر لصالح القوى الكبرى والصغرى لا يسمحون له ولا يسمحون الجزائريين أن يتظاهروا سلميا أمام السفرات اللي خرجوا في غزة في حرب غزة 2008-2009 سنوات طبعا كاي اللي سجنوهم كاي اللي داروهم إقامة جبرية كاي اللي منعوهم كاي اللي دولهم جوزات سفرهم لسنوات طويلة لسنوات طويلة خرجوا فقط يتعاطفون مع غزة وبعدين تسمع الذباب والأدناب يردوا شعارات العصابة نحنوا مع فلسطين وتبونهم قبل الأسبوع يقولهم سيبقى استقلال جزائر ناقص مدام فلسطين لم تستقل كلام فارغ لو كان جوا حقا مع فلسطين ما يعطوش المال لعباس اللي هو زعيم الميليشيا التي تحرص الكيان كلام فارغ لا معنى له لاستهبال المستهبلين واستغبال أو استبغال الذين لديهم القابلية لاستبغال والاستحمار كلام فارغ في الحقيقة يشبهون ميليشية عباس الفرق أن الجزائر تظهر وكأنها مستقلة في حين أن فلسطين تحت تلال المباشر اكمل أصبح كيف قال هذا الجزائر جديد السلام عليكم 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 سلام عليكم Straßenvalid السلام عليكم السلام عليكم الآن أصبحت الهجومات متكررة على موسكو أمس أيضا كان فيه مسيرات ضربة موسكو ومما يعني أن الأوكران تخذ سياسة على الأقل نسموها الأرسلمو يعني سياسة الضغط على بوتين في عاصمته ونقل المعركة كما قال زيلنسكي إلى داخل روسيا لكي يخلقوا حالة من الخوف وحالة من الانزعاج وحالة من القلق داخل الشعب الروسي وداخل المجتمع الروسي اللي كان يبقى كان فيه عموم وبعيد على الحرب مع هذا الأسر اللي الدول هم ولادهم واللي كثير منهم ماتوا أو جرحوا حد الآن الخسارة الروسية تتجاوز المائتي ألف ما بين قتيل وجريح ومعطوب خسارة الأوكرانية أيضا كذلك أو أكثر حتى من الروس هذون تأثروا اللي عندهم ابنه مات أو عندهم ابنه اتقطعت رجله أو رجليه أو عندهم ابن وفقد السمع وفقد عينيها وهذون تأثروا بكل تأكيد لكن يبقوا عددهم محدود يعني ربما مس الموضوع قضية أربعمائة خمسمائة ألف أسرة أو حتى مليون أسرة في الروس روس روسيا فيها أكثر من خمسين مليون أسرة فتأثروا بشكل أو بآخر لكن في عموم الشعب الروسي يرى الحرب في التلفزيونات ويسمع البروباغندا نتع الروس فقط وكثيرين منهم كما عندنا يعتبروا النار بوتين وره ينتصر إلى آخره لما جات قضية فاغنر هزت كل ذلك البروباغندا هزة شديدة صحيح أنها لم تستمر قضية فاغنر قضية المحاولة انقلابية تعبريغوجين لكنها خلت كثيرين يعودوا يرجعوا وأنا أتبعت بعض المحللين الروس اللي كانوا يعتبروا أن الانتصار أكيد وأنهم على بواب النصر وأن استراتيجية بوتين تأتي بنتائج وأنه بعد عملية الآن هم رأيها شهر وعشرة أيام بعد عملية الباغنر تحولوا لبعض منهم تغيرت وقالوا باللي الشكوك لدينا الآن أكثر من أي وقت ما ضعب هذو طبعا محللين اللي كانوا أقرب إلى أنهم مخدوعين بالبروباغندا محللين الروس أو قريبين من الروس بدأ الآن ينظروا للأمور بطريق مختلف نقل الحرب ولو بشكل بسيط عن طريق المسيرات هذه اللي تهاجم أهال الأبراج الكبرى أبراج روسيا اللي تسمى في موسكو سيتي هي أكبر أبراج أكبر عمارات في أوروبا أطول يعني لأنه زاد أيضا أمس اضطروا إلى غلق أحد أهم المطارات في روسيا في موسكو فهذا كله ينقل الحرب ولو بشكل رمزي ولكنه أكيد ولكن أيضا تأثيراته النفسية على الشعب الروسي وهذا أيضا الآن في أحاديث على أن كثير من الروس اللي كانوا متردين في قضية يبقاوا أو يروحوا من روسيا بدأوا يفكروا في الرحيل هذا لا يعني أن روسيا قد انهزمت عسكريا ما زالت الحرب سجال وما زال حتى الهجوم الأوكراني لم يأتي بنتائش لحد الآن نتائج تعتبر معقولة يعني نتائج ضعيفة لحد الآن لكن الهزيمة هي هزيمة على المدى المتوسط البعيد هي هزيمة استراتيجية لن تعود روسيا كما كانت أبدا لأن حتى لو نفترضه ما يخرجوش بهزيمة عسكرية لو نفترضه ذلك فإن الهزيمة الاستراتيجية محققة والحصار الغربي محقق وفقدان الثقة الجيران انتاح الدول المجاورة لها فقدت فيها الثقة نهائيا الشعوب فقدت فيها الثقة ثم يلجأ بوتين رغم كل ذلك يلجأ إلى خطأ استراتيجي آخر قناعت أنه خطأ استراتيجي آخر وهو مش فقط ألغى اتفاقية الحبوب اللي كانت تسمح لأوكرانيا وتسمح له في حدود معينة في حدود معينة ببيع الحبوب صحيح أقل مما تبيع أوكرانيا لأن الغربيين داروا له شروط كثيرة جدا لكن إلغاء الاتفاقية خلى كثيرين يخرجوا في العالم يقولوا أن بوتين يريد أن يجوع العالم لم يكتفي بذلك هاجم موانئ أوديسا المدينة الأهم على الواقع المحرموة الأسود وهاجم الصوامع الحبوب وأحرقها لحد الآن أحرق أكثر من مئة وستين ألف طن من هذه الحبوب ودمر الصوامع ودمر جزء كبير من الموانئ لم يكتفي بذلك انتقلت الهجومات إلى ميناءين واحد ميناء يسمى ميناء إسماعيل واحد ميناء ريني وذو كلاهما يقعوا على الدنوب وليسوا بعيدين من رومانيا وكانت أوكرانيا تريد أن تستخدمهم في بيع الحبوب فهاجمهم أيضا مما أدى إلى كثير من المسؤولين خاصة الغربيين ولكن أيضا في الأمم المتحدة قلوا بأن ما يفعله هو تجويع للعالم ارتفعت أسعار القمح البارح اليوم بأربعة بالمئة إضافية كلما ترتفع أسعار القمح ولو بواحد بالمئة يعني أن هناك ملايين يضافون إلى الجوحة لأن كين دول حوال 60 دولة في العالم يعني ثلث دول العالم يعني ميزاريتها ضعيفة جدا لكي تشتري القمح أغلب هذه الدول أكثر من 30 دولة منها في إفريقيا وبعض الدول في الكريب وفي جنوب أمريكا وخاصة في بعض الدول أيضا في آسيا لكن أغلبها في إفريقيا كلما هاجم بوتين صامع القمح في أوكرانيا ومنع تصدير القمح الأوكراني والذرة والشعير إلى آخره ارتفعت الأسعار علينا إحنا أيضا كجزائر بالمناسبة يعني جزائر هي تدفع الآن حوالي منذ هذا وقف الاتفاقية هذه أكثر من 10% إضافية على هذه المواد والجزائر تشتري عام لفات هذا شروع 70% مما نأكل من قمح وشعير 70% في مساحة هي العاشر مساحة في العالم عبث إذن كلما يقصف كلما ترتفع الأسعار كلما يجع الناس كلما يؤدي هذا إلى غضب وهذه اللي ليس يفكر فيها بوتين واللي حوله بحيث أن هذا الغضب يتراكم ويفقد لأن كثيرين في الشعوب يشوفوا الغرب مع بلد آخر كي الناس تروح مع البلد لضد الغرب لأسباب استعمارية لأن الغرب هو الذي احتل بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا هذه هي الدول التي احتلت العالم خاصة فرنسا وبريطانيا والآن الولايات المتحدة باعتبارها دولة استعمارية وإمبريالية أيضا فالناس عندهم شعور تغضب في عموم العالم خاصة دول التي خضعت للاستعمار أفريقيا كلها تقريبا آسيا جزء أساسي منها أمريكا الجنوبية جزء أساسي منها هؤلاء عندما يشوفوا أي بلد ضد الغرب نفسيا يكونوا أقرب إلى هذا البلد ولذلك تجد الناس لما بدأت هذه الحرب كثيرين عن حق يعني عن شعور يقول لك خلاص ما دمرت ضد المريكان وفرنسا إحنا مع الروس لكن هذا اللي رح يفقد فيه لأنه مع الوقت تبدأ الناس تفهم باللير تفعل أسعار المتسبب فيه هو بوتين في البداية الحرب ثم أصبح حتى يمنع يمنع الحبوب ويكسر الموانع ويحرق الصوامع الحبوب وهذا ينتشر في الإعلام والإعلام الغربي يستطيع أن يوصل هذه الأشياء وحتى أحيانا يبالغ فيها بما يعطيهم بوتين فرصة طبعا كانت له محادثات مع أردوغان عندهم أكثر من شهرين ما تكلموش على ما يبدو تقريبا شهرين يعني العلاقات بردت بين روسيا وتركيا روس غاضبين من تركيا لمجموعة من الأسباب خاصة هذه قضية بناء مصنع للطائرات الدرونز والإصلاح طائرات الدرونز في أوكرانيا هذا كله أزعج الروس من تركيا لكن أردوغان اللي منتصر اللي انتصر في الانتخابات وكانت انتخابات حاسمة وكبيرة جدا موش منزعيش كثير الآن موش منزعيش كثير من تردي علاقاته مع الروس وبالعكس راهي بزنس بها راهي بارغنينك كما يقولوا بارغنينك بالانجليزية مع الغرب بحيث أبتعد على الروس وتساعدوني في الاقتصاد لأن المشكلة الأكبر لأردوغان الآن هو المشكلة الاقتصادية الليرة التركية التي تنهار باستمرار والأسعار التي ترتفع باستمرار فبالنسبة له حتى لو نزعج بوتين أو غاضب فهو راه يحقق مصالح ولو جزئيا مع الغرب والغرب خلاص اقتنع بأن أردوغان موجود لخمس سنوات أخرى إذا طال عمره وبالتالي الغرب أيضا فراغماتي فأصبح يقدم كثير من الأشياء اللي ترضي أردوغان باش يبتعد عن بوتين وأردوغان يرد لهم الأسانسور كما يقال يرد لهم المسعد بحيث كل ما تعاملوا معهم ليح يزيد يتقرب منهم ويبتعد عن بوتين هذا أزعج بوتين وأشعروا أنه علاقاته مع تركيا لن تطول لكي تسوء قد تسوء في أقرب الفرص نتوقف هنا في هذا الموضوع ونذهب للموضوع النيجر النيجر كانت الأيام الأولى حتى أمس كان تهديد بالحرب ما زال تهديد لكن حتى أمس كان أكبر شيء يخرج من فرنسا ومن الأيكواس هذه الدول الإفريقية 15 دولة إفريقية عند منظمة يسمى الأكواس هو تهديد الطغمة الانقلابية في النيجر بالحرب لكن منذ أمس خفت شوية التهديد لمجموعة أسباب السبب الأول والرئيسي اللي خلى تهديد يخف قليلا هم المعطينهم أسبوع قالوا الأسبوع ترجع الرئيس إلى منصبه وإلى الحرب سبب الأول هو أن مالي وبوركينفاسو قالوا أن أي حرب ضد النيجر ضد الإنقلابيين في النيجر سيدفعنا إلى أن نكون إلى جانب النيجر لماذا؟ لأن مالي فيها أيضا انقلابيين قاموا بانقلاب انقلاب مزدوج في الحقيقة في مالي 2021 وبركينفاسو أيضا قام فيها انقلاب فهما عارفين إذا قامت الإيكواس أو فرنسا اللي تكون خلف الإيكواس بالإيطاحة بالجماعة اللي قامت بالانقلاب فهذا معناها رح يأثر عليهم هم أيضا قد يأتون إليهم فيما بعد وفرنسا خارجت مطرودة من بوركينفاسو ومن مالي وخرجت باتهامات شديدة جدا حتى دول غربية أخرى تم طردها من مالي ومن بوركينفاسو فهذا دولتين لما أعلنت هذا زايد غائر غينيا غينيا ما قالت شانسا أدخل الحرب إلى جالب النيجر لكن قالت بأنها تعترض تماما غينيا أيضا فيها انقلابيين تعترض تماما على استخدام الحرب أو تهديد بها ضد النيجر ضد الجماعة الحاكم هذا السبب الأول السبب الثاني اللي خلى خطاب الحرب اللي كان تدد به فرنسا وجماعة الأكواس ينخفض قليلا البارح واليوم خاصة هو أن الولايات المتحدة لحد الآن لم تصنف هذا الانقلاب بأنه انقلاب غريبة هذه الولايات المتحدة غريبة كورة القدم على قول بعض الناس غريبة الولايات المتحدة أنها لحد الآن مع انزعاجها مع غضبها مع طلبها بإعادة الرئيس المنتخب إلى إلى مكانه مع بلينكين دار تصريحات وزير الخارجي الأمريكي دار تصريحات كثيرة يهدد فيها هؤلاء انقلابيين لكن لحد الآن لم تصنف الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض أو بأنها ما وقع في النيجر انقلاب لماذا؟ لأنها بمجرد أن تقول أن ما حدث في النيجر انقلاب عندهم ينطلق واحدة البروسيس ينطلق واحدة الإجراء هذا الإجراء فيه من من الألف إلى الياء أي تزيد إذا وقع انقلاب في بلد ما فإن الولايات المتحدة تقوم بالتالي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره أول شيء تقطع المساعدات تقطع التعامل العسكري تقطع 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 أشياء كثيرة جدا تحاصر هذا البلد الذي قام فيه انقلاب في العالم دبلوماسيا تساعد معارضيه مجموعة إجراءات تدرجية والولايات المتحدة لا تريد أن يبدأ هذا الإجراء لأن هذا بالقانون الأمريكي ما يقدرونش من بعد إذا قالوا انقلاب يبدأ قانون يتفاعل لهو قانون الانقلابات يبدأوا يتفاعلوا معاه يبدأوا يتخذوا الإجراءات هذه فما قانوش أنه انقلاب هذا أضعف موقف فرنسا كانت هدت بالحرب وما زالت وأضعف موقف الإكواس إذا قالت أمريكا أنه انقلاب فستحدث ضغوطات رهيبة على الطغمة الجديدة وتبدأ في هذه الإجراءات لكن أمريكا لا تريد أن تقول ذلك لأنها تخشى كل الخشية أن يجوء الروس والصين يعاونوا الانقلابين الجدد وأنه يحدث ما حدث في مالي وبركينفاسو بحيث تصنيفهم على أنهم انقلابات أدى إلى دخول فاغنر إلى مالي وإلى بوركينفاسو أمريكا لحد الآن تقول باللي ليس مؤكد أن الروس كانوا وراء الانقلاب أنا أعتقد أن هذا خطأ أمريكي أنا شخصيا فقط كم مراقب ومحلل وناظر للمنظوم المتبع عندي يقين كامل أن هذا الانقلاب لم يحدث بدون موافقة الروس وفاغنر خاصة أمريكيين مش عارف لماذا قالوا هذا الكلام هل صادقين في ذلك أو عندهم معلومات خاطئة أو يريدون أن يعطوا انطباع خاطئ قالوا لم نجد أي دليل على انخراط الروس في هذا الانقلاب في حين أن زعيم فاغنر خرج يمدح الانقلاب ويقول بأن الأفارقة من حقهم أن يتحرروا وكلام كثير ثم أن هؤلاء لم يكنوا معتمدين على جهة خارجية كانوا سيخافون من انقلاب هذا كله خفت نوعا ما التهديد بالحرب ودفعت الإكواس قالوا بأن الحرب سيكون هو آخر شيء نلجأ إليه كدول الأكواس وأرسلوا مبعوثين للنقاش لكن نيجيريا نيجيريا كانت صارت فيها انتخابات قبل أشهر فقط نيجيريا متزعمة الأكواس ونيجيريا هي أقوى بلد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا نيجيريا منزعجة جدا من هذا الانقلاب وقطعت الكهرباء على النيجر نيجر بلد فقير جدا ونيجيريا عندها بيترول وغاز فقطعت الكهرباء على النيجر مدن هائلة مدن كثيرة في النيجر قطعت عليها الكهرباء بما فيها أجزاء من العاصمة لأنه تأتي من نيجيريا إجمالا ما زالوا يتحدثون على إمكانيات أن يعود هؤلاء العسكر إلى ثكناتهم أنا شخصيا لا أرى ذلك وأعتقد أن العسكر الأفريق عمرهم لا رجعوا إلى ثكناتهم ربما حالة واحدة هناك أو في كل هذه السنوات الأخيرة وأن هؤلاء يعرفوا بل يكونوا يرجعوا إلى ثكناتهم فإن رؤوسهم في اللعب ولكن الولايات المتحدة في موقف سيء النيجر مفيش مصالحة أمريكية كثير ما عدا القواعد العسكرية في أكثر من 1100 عسكري أمريكي أنشأوا قاعدة عسكرية للدرونز في أغاديس أغاديس هذه ليس بعيدة علينا كثير وأيضا فيه قواعدة عسكرية ليس بعيدة على الحدود الجزائرية وفيه على كل تراب نيجيري عسكرية فرنسية وأمريكية في تواجد ألماني وإيطالي وإماراتي أمريكيين أيضا عندهم قاعدة عسكرية هناك على 300 كيلومتر من حدود الجزائرية فبالنسبة للأمريكيين النيجر هي أفضل مكان تنطلق منه لما تسميه الحرب على الإرهاب طبع الحرب على الإرهاب هذه فيها واليها هناك جماعات كانت تنسب نفس الإسلام كانت تنسب أنها استقلالية أمريكيين وهما يستغلوا الحرب على الإرهاب من أجل الهيمنة في الحقيقة ووجود أفريكوم هذه أصلا كانت بسبب ما يسمونها الحرب على الإرهاب سنرى فيما هو قادم الأيام لكن هذا يجررنا إلى الحديث الثالث والأخير في هذا اللايف لهواع الجزائر فموضوع النيجر هذا موضوع مزعج جدا للعصابات الحاكمة موضوع مزعج لأن النيجر كانت هي البلد الوحيد تقريبا اللي الأوضاع ما هيش متوترة جدا في الحدود والحدود ما بين الجزائر والنيجر هي ألف كم تقريبا صحيح كانت فيه أعمال عنف كانت فيه جماعات كانت فيه جماعات مسلحة كان الإسلامية تنسب الإسلاميين كان جماعات تنسب إلى توارد كان جماعات تنسب إلى المافيا إلى آخره لكن كان عموما مقارنة مع مالي ومقارنة مع ليبيا خاصة كانت الأوضاع أفضل بكثير هذا واحد العمر الثاني أن شنغريحام على بلوشترك وين يدير روحه نحن نعرف أنهم سهلوا دخول فاغنر إلى مالي في المساعدة اللي عند الفيديو يبقى ثولي في ديسمبر 2021 وهل باقنر موجودة في النيجر؟ هذا يبقى السؤال مطروح أكيد أنها موجودة في مالي وفي بوركينفاسو وفي أفريقيا الوسطى وفي دول أخرى وإذا كانت موجودة في النيجر هل هناك دور لشنغريحة والجنح الروسي في الجزائر ليقودوا شنغريحة في هذا الموضوع أكيد أن هذه الزيارة التي جاءت على عجل من بين الملفات تحت النيجر طبعا قلت لكم المرليفاتة أنه في ملفات أخرى أيضا خاصة ملفات السلاح لجزائر دفع الثمن أو دفع الجزء من الثمن وما تسلمتوش روسيا قضية قطع الغيار قضية المستشارين قضية التدريب داخل الجزائر والتدريب في روسيا كل هذا عطلاته أي تعاون عسكري كما يسموه بين قوسين ومش تعاون عسكري هو هيمنة روسية على الجزائر حتى 2021 كانت الجزائر تشري 85% من سلاحها من عند الروس حتى بداية الحرب تقريبا في أوكرانيا فهناك قطاعات واسعة معطلة هناك طائرات معطلة هناك إليكوبترات معطلة هناك دبابات ومدافع وأنظمة جوية معطلة لأن فيش قطاع غيار كل شيء الروس يبعثوا فيه للجبهة نتاحه بل بالعكس شفنا وزير خارجية الروسي راح لعند الكوريين يطلب منهم سلاح والصين يقولوا بلئان راي تبعث في حويج من الخلف وروسيا تبحث على آخر رصاصة في أي مكان إذا تقدر تشريح لأن مهما كانت المصانع الروسية تنتج الحرب راحي حرب ضروس أوكرانيا راحي المصانع الغربية كان أكثر من 30 دولة غربية تمدها بالسلاح روسيا مفيش ما عدا كوريا الجنوبية وآل كوريا الشمالية وإيران فهذا أيضا كان من المشاكل شنغريحة ليس أمام خيارات واسعة حدروا صح نيوعدوه لكن أعتقد أن هناك مشكلة خاصة إذا علمنا أن الألمان الألمان في السنوات الأخيرة رغم يبيعوننا ما بين 5 و 8% من السلاح حسب السنوات والحقيقة أنه رغم بشاعة هذه العصابة إلا أن هذا الموقف بتنويع السلاح المفروض نصنع السلاح للأرواح لكن على الأقل قبل سنوات بدأوا يشيروا شوية أسلحة من جنوب إفريقيا من الصين من إيطاليا من ألمانيا بعض الأسلحة الأمريكية أشياء بسيطة مش كثير لكن أفضل تعاون كان مع ألمانيا وهو أحسن خيار الألمانيا على الأقل لم تكن دولة استعمارية تاريخيا الألمان منزعجين جدا الألمان الآن اليوم ألمانيا ومنذ بداية الحرب الأوكرانية بعد ربع شهر الأولى الألمان كتبوا في عقيدتهم القتالية وفي عقيدتهم سياسية واستراتيجية أن روسيا خطر حقيقي على أوروبا وأن أكبر خطر يهدد أوروبا هي روسيا وبالتالي كل الاستراتيجية الألمانية هو كيف يتم إضعاف روسيا ألمانيا تشتعل مع دول البلطيق مع بولندا مع أوكرانيا وتتوسع الآن أكبر عدد من العسكريين الألمانيين لألمان اللي خرجوا من ألمانيا كان في هذا الرابع شهور الأخيرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الروس بدوي يديروا في بروباغاندا نتاحهم يقول لك أن الألمان وهتلر وألمانيا تريد أن تصبح هتليرية من جديد إلى آخرها فلما شنغريحة ومن معاها ويرسلوا تببون ثم شنغريحة يلتحق بموسكو قبل يومين هذا يزعج ألمانيا ألمانيا تريد أن تضعف روسيا على كافة المستويات فهذا طبعا مزعج لألمانيا والأمريكان والفرنسيس والدول الغربية تركوا هذا الموضوع لكي يتناقش ألمانيا مع القيادة كما يسمعها في الجزائر قيادة شنغريحة ومن معها لأنها هي أول بلد غربي في تعاون عسكري وسلاح مع الجزائر صحيح النسبة ضعيفة مقارنة مع روسيا كما قلت حسب السنوات تتراوح ما بين 5 إلى 8% لكن تبقى مهمة خاصة بعض الأنواع الأسلحة الألمانية والمعدات الألمانية فيه كما تعرفون هذه الوزارة الدفاع تنتج تركب العجلات تعمل سوديس إجابتهم عن طريق الإمارات هذا تعاون ما بين ألمانيا ووزارة الدفاع مرون بالإمارات إلى آخرين بدأت ألمانيا تبعث بامتعاضها بغضبها من هذه العلاقات التي تتوسع في حالة الحرب وهما كانوا بوتين اللي نعرف أن الألمان هما اللي علجوه وعادوله كثير من من أمور اللي كانت متضهوعة جداً في 2021 في 2020 تبعون وكل الذين التقوا الألمان والتقوا الأمريكان قالوا له إحنا رأنا في حالة حيات إحنا ما كان مع روسيا ما أنا مع أوكرانيا إحنا لا نريد أن نكون في هذه الحرب وهذا موقف هو الذي يجب أن يكون لكن عملياً تضح أنه ليس هذا هو الموقف زيارة تببول لروسيا ثم زيارة شنغريحة الآن وبيناتهم جاء تبادل زيارات ما بين روسيا والعصابة التي تحكم الجزائر حول عشر زيارات لكبار مسؤولين الروس أو جنات الجزائر ما بين موسكو والجزائر في هذا العام الأخير وأعلن عنها وفي الجزائر كان يبدوا بها تقريباً مرة الأخبار هذا كله خلى الألمان الآن مزعجين وقد تجد العصابة نفسها مش فقط ما عندهاش سلاح الروسي لأن روسيا عاجزة على صناعة أي سلاح للجزائر يعني أو لدول أخرى وإنما أيضاً أن الألمان يوقفوا هذه الخمسة بالمئة والاستة بالمئة اللي راهم يبيعوا فيها أو اللي راهم يسموها التعاون العسكري الألماني الجزائري هذا واحد من الأشياء اللي راح نشوفوه في الهيام القادمة إذا شئنا خلينا نعسوا تصريحات الألمان خاصة بعد زيارة شنغريحة هذه الألمان الآن يظهرون كثاني قوة غربية في معادات الروس وهم في الفعل أقوى قوة اقتصادية غربية بعد الولايات المتحدة والآن جاتهم الفرصة بش يعيدوا النفوذ العسكري والدفاعي والصناعات الألمانية اللي أنا على يقين أنه في الخمس سنوات القادمة إلى عشر سنوات ستصبح ألمانيا هي أقوى قوة عسكرية غربية بعد الولايات المتحدة ستتجاوز بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اللي راهم الآن أكثر منها لأسباب الحرب العالمية الثانية ممنوعة لها ألمانيا من قبل كما أنها تتوسع في بيع السلاح كما أن الصناعات الألمانية مشهورة جدا فلذلك ألمانيا سنرى كيف يكون موقفها مع العصابة وكيف أن العصابة في الجزائر ستوازن ما بين علاقات مع الروس والجزء هذا مع الألمان أعتقد أننا وصلنا إلى ساعة ونص ربما الموضوع آخر نزال لكن ربما تقفوا هنا وقد أتي في ربما إذا ظروف سمحت مفروض نجيكم في اللايب القادم يوم الجمعة لكن ممكن جدا أن نجي في اللايب غدا لكي نتحدث على موضوع تيزيو الزو وربما أيضا موضوع وحرام موضوعين إذا ظروف سمحت لي سنكون موضوعين هدون مع بعض الأمور الأخرى وإلا نتركها إلى اليوم الجمعة حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة